فعاليات عديدة قدمها أعضاء المركز الإسلامي في مدينة تيماكلة في ولاية كاليفورنيا النشاط جاء ضمن حدث المسجد المفتوح في أمريكا اليوم هو يوم المسجد المفتوح الوطني في أمريكا بمعنى أننا نفتح الأبواب في جميع مساجدنا في الولايات المتحدة لكي يستطيع جيراننا من مختلف القوميات والأديان وحتى إن لم يكن لهم دين أن يقوموا بزيارة مساجدنا لكي يشاهدوا البناء الجميل والمبنى من الداخل وأيضا التعرف على الدين الإسلامي المسجد والمسلمون في المدينة شاهدوا أوقات صعبة عندما رفض بعض السكان تشهيد المسجد وتحولت الأزمة إلى نقاش اختار فيه المواطنون جهة أو أخرى كان هناك بعض من الحقد وأعتقد أن هناك تهديدات في وقتها تجاه بناء المسجد أتذكر أن بعض الكنائس قدمت المكان وتطوعت لتوفير الحماية أثناء فترة البناء شاهدنا الطيبة والجانب الإيجابي مع تواصل الناس وأيضا شاهدنا الجانب السلبي في بداية الأزمة الفعاليات تضمنت التعرف على أركان الإسلام ووقات الصلاة وأيضا الثقافة والتراث الإسلامي بيّنت كتبت إيش هو المسواك وأفضل عشر فوائد للمسواك كيف أنه بيحمي الليثة في مضاد للباكتيريا أنتي باكتيريال أشياء نوترول ما فيها أي كيوميكولز فحبيت أوزع الأمريكان والمجتمع الغربي يعرف إيش شيء من حضارتنا كما شاهدت المبادرة احتار المواطنين الأمريكيين أطفالهم ليتعرفوا على المسجد وجيرانهم المسلمين البناية جميلة جدا وكلما نمر من هنا أشاهدها أنا معجب بها وبجمالية البناء أبواب العديد من مساجد الولايات كانت مفتوحة لساعات عديدة من أجل استقبال جيرانهم الأمريكيين مسلم كالفورنيا يسمعون أصواتهم مجددا رفضا للرضوخ للصورة النمطية التي رسمت عنهم في بعض وسائل الإعلام وإفلام هوليوود وقرروا أن يفتحوا قلوبهم ومساجدهم لشركائهم في المجتمع الأمريكي من مسجد تيماكي لا كالفورنيا ستيفن نبيل قناة الحظة